مرحباً مجدداً بتلاميذ الأعزاء والأجلة في القناة ديرهم رفاري بروغريك هنحاول ما أمكن سلطفة القناة على المقررات على دروس في الفرنسية على تهيئة الامتحانات على فيديوهات خاصة بالدبلوبمون فرسونيل إلى غير ذلك ولكن هاد المرة هنحاول ما أمكن المستجد دير هاد السنة وهو المراقبة المستمرة وامتحان محلي والتأطير دير الإجراء دير هاد المراقبة المستمرة وامتحان محلي والجديد في هاد السنة هادي هنحاول ما أمكن أن نسلط الضوء عليه في هاد الفيديو هذا وغن نحاول فيه أن نبينوا التلامت دينا باش يعرفوا شنو هو اللي تابعهم في هاد السنة هادي بالخصوص الامتحانات كاملة سواء كانت مراقبة مستمرة امتحانات جيه هاوية امتحانات محلية ولا امتحانات وطنية فغن نحاول ما أمكن أن نسلط الضوء هاد المرة كذلك على الإعداد والتناوي كامل فغادي نستند على مجموعة ديال المعطيات وخاصة المذكرة الوزارية رقم 08021 بشأن تأثير إجراء المراقبة مستمرة تأثير إجراء الموسم الدراسي 2021-2022 وللتاريخ ديالها 15 شتنبير 2021 تانيا المذكرة الوزارية رقم 081 على 21 بشأن الجداوي التفصيلية لفرور المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها بتاريخ 16 شتنبير 2021 كذلك مقرر الوزير للتربية الوطنية 0884-21 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2021-2022 بتاريخ 21 شتنبير هنا بانسير في هاد الفيديو هاد ما كيش جدي هاد ديالي فقط غا نحاول ما عمكن نوصل لكم معطيات للمستنبطة من خلال المذكرة المذكرة الوزارية والمقررات ديال الوزارات الوطنية وكتلاحظوا بان احتها الكتابة هاد ديال هاد الفيديو هاد خاصة بوزارة التربية الوطنية حاولت ما عمكن أنني نستشفى ونحاول ما عمكن نوصل لكم بكل وضوح بناء أن على المذكرة الوزارية والمقررات ديالوزير التربية الوطنية فالاهداف المتوخت من هاد التغييرات هذي اللي ديالي الطراءات واللي غد طراء لاحقا هو اولا الرفع من المستوى ديال تعليم بشكل عام وبالمستوى ديال تحصيل وكذلك ديال تلامد وكذلك هناك يخص يكون تكافؤ الفرص من من تلامد وخصوصا وخصوصا أنه يحاول ما عمكن أن العملية ديال النقيل في الامتحانات ما تكونش فقط غيب الجزر ولكن تكون كذلك تف النوعية ديال الامتحانات اللي تطرح لغري ديالك وكذلك مجموعة ديال الإجراءات اللي غادي يتم كذلك التقيود بها لاحقا فالأهداف المتوخات من هذي التغييرات كيف ما قلت هو الرفع من مصداقية نتائج فروض المرقبة المستمرة ضمن تكافؤ الفرص بين المتعليم ومتعلمات وكاللاحظه مثلا بالنسبة للفرق الكبير اللي كيكون بعض المرات في النقاط ديال المرقبة المستمرة مع الفروض الأخرى اللي كتكون فروض إشهادية في المحلي ولا في الوطني إلى غير ذلك ولا في الجهاوي فهذا التكافؤ ديال الفرص بين المتعليم ومتعلمات ستحصلن خلال هذي التغييرات هذي اللي غا تكون فهذي الإجراءات اللي كتقوم بها وزارة التربية الوطنية تقليص الفرق بين نقاط المعدل محصل عليها في امتحانة الإشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المرقبة المستمرة الشي اللي شكا ذكرناه لأنها الشي هذا مرتبط بينتهم كالنقاط والرفع من فرص استثمار النتائج في التوجيه الناجح لإنشاط الدعم ومعالجة تعطرات التحصيل فالهدف الأساسي هو أنه يكون نسبة ديال التحصيل عند التلميذ يكون مرتفعة بالمقارنة مع اللي كان لحظه حاليا وعلى حساب واحد الأسائية اللي قرأت فمستوى ديال التحصيل ولا نسبة التحصيل لنسبة التلميذ المغربي كتوصل فقط 30% والوزارة التربية الوطنية كتحاول ما عمكان أنها للمستوى ديال تحصيل ولا نسبة ديال التحصيل أنها يوصل 90% في إطار التغيير هذا الشامل اللي غيكون سواء في المقارات المنهجية ولا مجموعات ديال القرارات اللي غد تقدهم الوزارة التربية الوطنية في كيفية معالجة مجموعات ديال الأمور اللي ممكن تكون عندها حاليا نشوفوا الفروض ديال المراقبة المستمرة والأصناف ديالها فما هي وما هي الأصناف ديالها فكين هناك فروض صفية وهي فروض ديال المراقبة المستمرة وفروض موحدة وفروض امتحانات محلية فردان بالنسبة للفروض ديال المراقبة المستمرة كين فردان على الأقل في كل أسدوس لجميع المستويات والأسلك ولكل مدة دراسية تحديد فترة إنجازها وفق المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية وهنا غادي نتكلموا على هاد التواريخ هادي فلاحقا سيتم تحديد وحصر منفردة المقرر التي تعين أن يعطيها كل فرد ومدة إنجازها بمجمب مذكرة وزارية حاليا ما زال ما توصل نصب مجموعة للمعطيات على حسب المثال كل فرد محلي ولا كل فرد دي المراقبة المستمرة شحال دي التوقيت دياله شنو هما المقررات اللي غادي يعني هم هات الامتحانات هذي فغادي تجي مذكرة لاحقة ومن خلالها غا نكونوا بيانسوع بالنسبة لكل المادة الأساتي دا غا يحاولوا ما أمكاني وفروركم هات المعلومات هذي الخاصة بكل المادة اللي إما كتعني امتحانات دي المراقبة المستمرة ولا دي الامتحانات الموحدة فرد موحدة فرد واحد موحدة في كل أسدوس تستطيع السنة الختمية من كل سنة من إجراء الفرد موحدة في الأسدوس الثانية تبدير أنا كانت تكلم فقط هنا على الإعداد والتانوي فشنو هي الأقسم الإشهادية فهي التالتة إعدادية الأولى تانوي والتانية تانوي تبدير البكالوريا فهادو هاد سنوات الإشهادية ما غا يكونش عندهم هاد الفرد الموحدة فالدورة التانية غا يكون فقط في الدورة الأولى تحديد في الدرس إنجازها وفق المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية والوزارة الحددات التواريخ نعطيها لاحقاً سيتم تحديد وحصر منفرضة المقرر التي تعيين أن يقطعها كل فرد وما بدأت إنجاز بموجود من الكوير وزارية إذن بالنسبة المقررات اللي غادي أتضمها هاد الفرود هادي فهي كذلك غادي أتحدث في إطار مذكرة وزارية وممكن حتى الأساسية دي كل الليسي والدير كل إعدادية أنها كتحدد المستوى اللي في نوصلاته لإنه كين مستجد بالنسبة دائما لهذا المعطيات اللي كنعيشوها وهي الحلوة الوبائية والتطور دي لها هي اللي غادي تحدد ماذا كل منطقة ولا كل ثانوية ولا كل إعدادية شنو هما المكوينات ديال سواء المراقبة المستوى عنها ولا الفروض الموحدة السؤال اللي ممكن يطرحه في العمد هو ما هي المواد المعنية بالفرر الموحد في السلكين الإعدادي والثانوي بالنسبة للسلك الإعدادي فالامتحانات ديال المواد ديال الفرر الموحد هي اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الريادية، التربية الإسلامية، الاجتماعية، العلم الفيزائية، وعلوم الحياة والأرض وكن نذكر بأن هذه الامتحانات الموحدة ستكون في الضوارة الأولى في الضوارة الثانية بالنسبة للإعدادي بالستثناء الثالثة إعدادي اللي ستكون فقط في الضوارة الأولى بالنسبة للثانوي التأهلي فرر في كل مادة مميزة للشعب أو المسلك يشملها الامتحان الوطني الموحد زائد اللغة الفرنسية زائد اللغة الإنجليزية هذا يعني بأنه تلامد سيجتازه الامتحان هذا الموحد في المواد الأساسية لهم وكذلك زيد عليها اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بالنسبة للأدبيين المواد الأدبية زائد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لأن العلمين المواد العلمية زيد عليها اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية كذلك بالنسبة للشعاب والتخصصات الأخرى دي الإلكونومي ولا مثلا ديال كونتابي ديالي غالي ديالك فهدو احتى هما عندهم مواد أساسية ديالهم وغاي تشمل كذلك المتحان تتاء اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بالنسبة لتدبير عملية إجراء الفروض المرقب من الصمر المحادة على ساعة المؤسسة فهي غتكون وفق شروط معينة لكل مؤسسة على حدة ولا وفق كل منطقة على حدة وفق علش قلنا مؤسسة لإنه ربما كن مجموعات الشعاب لعدد ديالكلام ندقلل فيهم فغاي يكون إجراء خاص بهم وكذلك ربما شعاب لربما تكون تكدوس ديال التلاميذ فيهم فهما تكون صياغة ديال الامتحان بشكل معين وش تكون مجموعات إلى غير ذلك فدائما كنهضروا على المقرر ديال وزارة التربية الوطنية ديال سفر ربعة وتبانين واحد وعشرين وتنظيم السنة الدراسية ديال الفين واحد وعشرين ديال واحد وعشرين ستة شوزين بير الفين واحد وعشرين يمكن اعتماد تفويج عند الاقتضاء تحتضل المؤسسات العمومية ديال التاقة ديال التاقة السعابية مناسبة مؤسس التعليم الحصوصي سبدير أنه الحصوصي في الامتحانة الموحدة غير يكونوا يجتازوا الامتحانة ديالهم بنفس الحاوض اللي كيتواجدوا فيها ولكن في مؤسسات عمومية يوكل في اساسي ده بإعداد ديال الاختبار إذن الاساسي ده ديالك المؤسسة عمومة اللي غادي يحددوا هاد الاختبارات هذي مع الاشراف ديال المفتشين الطرقويين وبالنسبة للتوفر للحارسة اللازمة لهذا الامتحانات حيح مسك النقاط فاعتماد سرية تامة هذا يعني بإنه بنسبة للورق بنسبة الامتحان المحلي وللموحد ما غاديش يكونوا فيهم الأسماء ديالتلم ولكن غايت تحب ديكود اللي كيتعطوا لكل ورقة ومن بعد عاد غادي تعمر نقاط ديالهم في مصر إعداد نتائج واخبار سلام لأسر بيها بيسيرهم عند النتائج كيتعطوا للم التنسيق مع جمعية الأباء أمهات باقي الشركاء المؤسسة للتوفر الموارد الضارية جمعات المحلية لغاية ذلك إي واحد ممكن ولا النياباء لغاية ذلك ممكن أنهم يساعدوا وينسقوا بيناتهم على أساس أنه ينجحوا هاد الانتحانات المحلية السؤال اللي غايت تطرح بالنسبة للتلاميذ هو كيفاش نحسب المعدلات ديالنا السنوية من خلال المراقبة المستمرة وكذلك من خلال انتحانات الموحدة ولا المراقبة المستمرة الموحدة فغادي نقرار لكم بعد غايتم مش صرحة ديال المسائل اعتماد النقاط ما نحصل عليها في المراقبة المستمرة من وسوية الانتقالية ومساوية الإشهادية مرجحة بمعاملتها لحساب المعدلة الدورية والسنوية وفق ما يلي إذن هناك مستوين كاللون المستوى التاني كاللون المستوى اللي يتعلق بالمرقبة المستبرة بن مساوية الانتقالية سويا بدلاك انه ما عندهم شيء امتحانات إشهادية الجهوية ولا وطنية يتحدّد وزن كل مكوين المراقبة المستمرة عند حساب المعدل السنويوم المراقبة المستمرة وبسناوية الانتقالية لذلك هنا لا كانت المنتحناة هذه الأسئلة التعليمية هكتالي لذلك لمرة الممتهم المروحة mainten Biraz junk والمرقبة المستقب مرة موحدة المائدة bomb هذه الصفية وهذه الموحدة لذلك لمرة المستقب مرة أيضة فقط 50% وحن نكاربهم الانتقالية سوف يصنع الامتحان في الدورة الأسد الزلول أسد الثاني هذا المراقبة المستقب مرة 50% ما في المراقبة المستقب مرة الأسد الزلول أسد الثاني وهذا 50% بالنسبة للمتحان الموحد دي الأسدس الأول والأسدس الثاني علماً أننا رأى ذكرنا بأنه بالنسبة للمتحانات الإشهادية رأى كيدوزوا فقط للمتحان الموحد فقط في الدورة الأولى إذن بالنسبة لهذا الناس اللي عندهم امتحانة إشهادية فهو ما كيدوزوا امتحان موحد ولا المحل في الدورة الأولى فقط وكيكون معدل السنوي دي لهم دائماً المراقبة من الصمرة الصفية 50% والمراقبة من الصمرة الموحدة 50% رغم أنه الامتحان الموحد هذا كيكون غير في الدورة الأولى فهو نسبة له 50% والمراقبة من الصمرة الصفية رأى المراقبة من الصمرة دي الدورة الأولى ودي الدورة الثانية ده بغا نشوفوا أوزان مكونات المعدل السنوي بالنسبة لأقصام الإشهادية فقط الأقصام الإشهادية شبه الأقصام الإشهادية وما الأقصام لكيدوزوا إما الجهاوي ولا الوطني في نهاية السنة فيتحدد كل مكون من مكون المعدل السنوي العام بلمستويات الإشهالي كتالي هنا غنشوفه بالنسبة للإعدادي فالإعدادي عنده 50% في المراقبة الصفية والموحدة و50% في امتيحان الجهوية الموحدة هذا كيددار في نهاية السنة وهذا الـ 50% كتكون ما بين المراقبة السنة المستمرة دي السنة كاملة وعلى امتيحان الموحد نفس المكونات بالنسبة لصياغات الحساب المعدل بالنسبة لأحرار بالنسبة لأنية شهادة البكالورياء فالمراقبة المستمر للسنة الختامية فيها 25% سوف يدير تانية باكالوريا المراقبة المستمرة فيها 25% وهذا 25% رفع باكالالكتا الموحد هنا غادي نعطيه النساب من بعد باون ديطا يا بالتفصيل والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من باكالوريا هو 25% والامتحان الوطني الموحد هو 50% ما كيف تغيير في هذا المجال هذا غي هو النساب بيانسو غادي تغيير لأنه الجديد هو هده امتحان الموحد المحلي اللي غادي يكون في نهاية الدورة الأولى فقط لأنه هنا كنت تكلمه فقط على الأقصام الإشهادية بالنسبة لهاد الجدول هده فهي هده الجدولة ديال المراقبة المستمرة إذن التواريخ ديالها وكذلك غاديل غاديل نحضنه تلق أوزن ديالها سوف يدير نسبة النساب ديالها نشوفه أول المستوى ديال الأولى والثانية إعدادة بالنسبة لأسدوس اللول كين فرد اللول كين الفرد الثاني وكين الفرد الموحد الفرد اللول هالتاريخ دياله منتنين وعشرين وسبعة عشرين مع عملية ديال الإجراء ديال تصحيح والمسكي لغير ذلك ها جيوم بعد هنا الفرد الثاني هالتاريخ دياله والإجراء والمسكي لغير ذلك إذن بالنسبة لأفرد للفرد الثاني لنسبة ديالهم ديال الدورة الأولى هنا كان نظره على الأسدوس اللول هو خمسين في المئة دائما بالنسبة للأسدوس لول فرد الموحد من واحد وثلاثين لخمسة هاليجراء تصحيح المسكيلي غيري ذلك هالالطاريخ اه ولا الا غييكون فيه وخمسين في المياه اذن هذا معنا خمسين في المياه زياد واحد وعشرين ستا عشرين مارس مع الاجراء والتصحيح الامسك. الفرض الصفي الثاني غايكون ما بين ثلاتة وعشرين وتبنيا وعشرين مايو والاجراء والتصحيح окي اعطينا خمسين في المية. وفالاخر كي نعنا الفرض الموحد. هاي الفرض الموحد كيكون في في تاريخ ما بين اربعة وتمينية. والاجراء والتصحيح المسك تقدر النقاط خمسين في المية. إذن هنا هده هده ماشي هده مشي مستويات اشادية معنى مش امتحان جهوي موحد فإلا بغينا نحسبوه المعدل سنوي فكل موكوين هنا غاتكون عندو 25% و25% 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 ولا هدي 50% اه وهدي 50% ورعيحتينا المعدل للنهاية الثانية وغانشوفوه تلميذ إش حالي جب المعدل وإشب معدل ديالولله باش يعتبر إما نجح ولا راسب غادي نتكلمو دمع النساب والجدولة المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة للثالثة عيدة دي وبينسيق الثالثة عيدة دي فهو مستوى إشهادي فيه انتحان الجهوي في نهاية المطاف فأنا غلا نبدال لكم من هنا من هنا المسائل اللي مكتوبة هنا ومشرحة فهذا كيعني بأنه 25% عندنا فرد الموحد ديال دورة الأولى والأسلس الأول و 25% ما بين مراقبة المستمرة ديال دورة الأولى والأسلس الأولوا مع الأسلوس الثاني هنا لنكا تعطينا 25% 25% هو المراقبة المستمرة ما بالأسلس الأول أو الأسلس التاني 25% ديال فرد الموحد لهالتاريخ دياله مع 50% ديال نهاية السنةمتحان الجههوي الموحد الانتحان الجههوي الموحد عنده 50% وهذو كااملين عندهم 50% 25% ما بين المراقبة المستمرة ديال الاسدوس اللول مع الاسدوس الثاني وخمسة عشرين في المية ديال الفرد الموحد ديال نهاية الاسدوس الاول. اه بنسبة للفرد اللول الصافي غايكون ما بين اتنين وعشرين وسبعة وعشرين ومع الاجراءات والتصحاح. والفرد الثاني غايكون من ثلاثة لثمانية مع الاجراءات والتصحاح. الفرد الموحد غايكون ما بين واحد وثلاثين وخمسة ينار مع الاجراء والتصحاح ومسك اللي غالي ذلك. اذا بالنسبة للاسدوس الثاني الفرد اللولين دي للمواقب من صميرة يكون ما بين واحد وعشرين ستا وعشرين مارس مع الإجراءاتات ومسك والفرض الثاني دي للمواقب من صميرة يكون ما بين تلات وعشرين ثمية وعشرين مايoon مع الإجراءات كفا وانتحا الموحد هالتوارخ ديلين ما بين ستة سبع يولوز مع الإجراءات cache والنسبة ديله قلنا هي خمسين فلمية والمسائل الأخرى كاملة فيها خمسين فلمية чего للمواقب 25 دي لامتحان الموحد المحلي دي للسدس السدة و 25% ما بين مراقبة المستمرات ديال الدوراء الاولى والدوراء الثانية الجدولة والنسبة في ما يخص الان المستوى ديال الجيدع المشتركة الجيدع المشتركة هو ماشي مستويش هذي لانه ما فيش امتحان جيهوي ولا امتحان وطاني في نهاية السنة فالاسدوس اللول كالفرصة في اللول دائما في التواريخ كنتلاحظو ميز التواريخ اللي لي معطينا بالنسبة للمراقبة المستمرات ديال اول والتاني ولا الفرر الموحد فكتبقى لايما في التواريخ الجديده هنا هو الفرر الموحد ديال الدوراء الثانية وهالتاريخ ديال وهذا هو الجديدليع شدنا و dijengage نسبة نسبة هنا 100 weiter يعني ما بين المراقبة المستمرات 50% ديال افرر الاول وافرر التاني والامتحان ولا الفرد الموحد فهوك يعطينا 50% باش يعطينا 100% هنا باش نلقاوا الفرد ديال الأسدوس الأول فقط بالنسبة للأسدوس الثاني الفرد الصافي هو نفس التواريخ اللي شفناه قبل دائما ولكن بالنسبة للفرد الموحد بما أنه ما كينش امتحان موحد جيهوي في نهاية السنة فهما الوزارة اختاروا الوقت هذا ما بين 4 و 8 يوليوز كإجراء ديال الفرد الموحد ديال نهايات السنة ولا الأسدوس الثاني بشكل عام فالخمسين في المياه إذن إذا ابغaturنا الدورة اللولة 50% زائد 50% بشكل عام المعدل الدورة اللولة المعدل ديال الدورة الثانية ولا الأسدوس الثاني ها المعدل 50 زائد 60% ما يعطينا 100% ولكن في حالة إذا ابغورنا نعرف النتيجة ديال السنة بشكل عام فهنا كل موحد هنا ولكل إطار هنا فيه فقط خمسة وعشين في المية 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 خمس السنة. هدا كيعني بانه ما عنده مش فرض موحد في نهاية السنة ولكن عنده انتحان الجهاوي الموحد. وهذا الانتحان الجهاوي الموحد ما عندهش علاقة مع الناجح بالبات والمطلق ديل السنة. هو عنده علاقة مع البكالوريونيك. تلاحظوا بانه ما كنش واحد نسبة معينة. اذا النسب اللي عندنا هي خمسة وعشرين في الميانة خمسة وعشرين في الميانة وخمسين في الميانة. فالفرض ديل المراقبة المستمرة الاول مع التاني كيعطيناها 25% ديال النسبة ديال النجاح في السانة ما عندوش علاقة عنا مع الباكرورية غير في السانة والفرض الموحد عندو خمسين في المية وهو فقط كان في الدورة الاولى وللأسدوس الاول ودائما نفس التواريخ كما كتلاحظو بالنسبة اللي طابلو اللي عندنا قبل فالأسدوس التاني فيه الفرض الصافي والفرض الصافي التاني ديال المراقبة المستمرة نفس التواريخ معه 25% اذا بالنسبة لتلميض اللي بغي ينجح في الاولى باكرورية فهو اخصو يجيب المعدل في هاد المكونات هادو على اساس انه المراقبة المستمرة ديال الدورة الاولى وللأسدوس اللي فيه 25% المراقبة المستمرة ديال اسدوس التاني فيه 25% وفقط الموحد عندو هنا خمسين في المية سوف يدير النسبة ديال النجاح اه هنا خمسين في المية ولا جمعنا ديال الدورة الاولى راه هنا خبسة وسبعين في المية اللي كتلعب الدور ديال النجاح ديال التلميض في في السنة كاملة لانه وهنا كيبان بانه وراء تلمد خصوهم يحاولوا ما امكن يديروا مجهود كبير في هاد الدورة الاولى لانه عندها نسبة كبيرة كتعاونهم باش ينجحوا ان شاء الله ولهذا فمن بين المسائل اللي فكرت فيهم الوزارة وعلاج دارة هاد الانتحان الموحد ولا الفرر الموحد سواء نصبر الدورة الاولى ولا الدورة الثانية نحسب قلناها واش المستويش هدي ولا لا فباش انها تحاول ما امكن تخلي تلامذ ولا تحمسهم على اساس يحاولوا ما امكن يبدوا الدراسة ديالهم بداية السنة نهاية السنة لانك نلاحظوا بانه كين جمعة ديال التلميض كيبقى هنا عسين شي شوية تالت تالت سنة كيبغي يفاق كيلقى دايجة بانه ورامش هال الحال اللي عليه اذن بالايجابية ديال هاد الفرر الموحد هو انه كتخلي تلميذ انه يفكر انه يحاول ما امكن يبدأ العمل الجدي من البداية ديال السنة دياله نصدنا الان المستوى ديال الثانية وهنا بيسير كن هنضرب دايما عن المستوى مدريسي لانه الاحرار عندهم سيغاء خاصة بهم الجدوالة دايما نفس الجدوالة ديال المراقبة المستمرة ديال سوى عن الفرر للولة للثاني بالنسبة الاسدوس اللولة الاسدس الثاني دايما ما كينش اه 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 امتحان موحد ولكن اهنا هاد المكوين ديال الامتحان الجيهوي اللي صبحت الانسان مر به داجة من الاولى باكالورية هادي هي الخمسة وعشرين في المية ما كينش امتحان موحد محلي في نهاية الدورة الثانية ولكن كين امتحان وطني ومحدد بايطار ولا مقرر ديال الوزير التربية الوطنية بالتواريخ دياله على حسب الشعابة وهاتش هذا ممكن تشوفوه في فيديوهات ولا في مقرر ديال الوزير التربية الوطنية اللي جا في واحدة وعشرين شويتامبير الفين وواحدة وعشرين باشتعارفو الديتاي ديال هاد الانتحان مكوينة دياله الى غريب ديالك بنسبة للكل شعبة فبنسبة قلنا الجيهوي ارها داجة مرينه بيها في الاولى ها في الاولى باكالورية الانتحان الوطني الموحد في نهاية السنة عنده خمسين في المية ها خمسين في المية ديال الوطني ها خمسة عشرين في المية ديال الجيهوي بقتلنا هنا خمسة عشرين في المية ديال المراقبة المستمرة وانتحان الموحد كتقسم ما بين تناشة ونص في المية ديال الفرر الموحد اللي كيكون في نهاية الأسدوس للول وبنسبة المراقبة المستمرة ديال الأسدوس للول والأسدوس ثاني كيبقى له ٢٠١؟ حتى يعطينا ١٥٪ فلمية ها Warriors 자كي نحسبوها ٢٥٪ ما اللي بقتل لها دي الن savى ٢ають ديال تار وطنيًا ديال الانتحان الجيهوي اللي الانسان راسق له دوزه فى الاولى كتطيت في كاتبقى ٢١٪ في المية هيا ٢١ فلمية ببي المراقبة المستمرة ديال الاسدوس الله مع الأسدوس ثاني و ١٢٪ ديال الانتحان المحلي اللي كين في نهايات الاسدوس الاول. وهنا عبتاني كيبقى بالنسبة التلمد دي للباكالورية. خصوم يدير واحد المجهود كبير في الدورة الاولى لانها هات ال 25% بالنسبة اللي كتعاونوا في النجاح في الباكالورية فالنسبة الكبيرة كينها في هاد الدورة الاولى اللي هاد الوزارة حاولت ما امكن تقوم بهاد اه الاطار هاد المرجعي دي الامتحانات باش تحت تلمد على اساس انه يحاولوا يبدلوا مجهود من بداية السنة وهذا غادي يساعدهم باش انهم يكونوا مرتاحين في نهاية السنة باش يكون انتحان الوطني ديلهم على احسن وجه يكونوا وجدين على احسن وجه هاده هما النقاط الاساسية اللي كينين كيبقى اه كل مادة وشنو هو الامتحانات اللي غدوز كي غادي يجي اه مقرارات واحدة واخرى اللي غدتحدد اه شنو هما الدروس اللي كدخل في اي امتحان وكذلك عا وفق المستجدات ديل الوضعية الوبائية اللي ممكن يوقع اي طغير معين سواء بنسبة للتواريخ ولا بنسبة المكونات ديل الامتحانات بشكل عام اللي غدي تتخبروه سواء من الادارة ديلكم ولا بنسبة كذلك الاساسية دي ديلكم اللي يخبركم بهاد المستجدات هادي. بنسبة لي انا كاستدي الفرنسية في حالة ما كان اي اي سؤال معين خاص بهاد الاطار المرجعي دبا اللي اتكلمت عليه اللي كينضم اه الانتحانات بشكل عام سواء محلية ولا وطنية ولا مراقبة المستمرة فممكن تسألوني نجاوب اه عليهم في الديسكريبتيف اه على برة اه تحت هاد الفيديو هذا وكذلك اي حاجة عنده علاقة بمادة الفرنسية كاستدي الفرنسية فقدني ممكن نجاوبكم على اي سؤال عنده علاقة مع المادة دي الفرنسية سواء كان في اه في هاد الاطار هاد المرجعي ولا كان عنده علاقة مع المقرر بشكل عام فالاني مستعد انني نساعدكم في هاد التوجوه هاد وصلنا لهاية العرض هادا اللي خاص بتطير المراقبة المستمرة المتحانات المحالة الجهوية على غير ذلك والوطنية فاي سؤال دائم تنذكر بان انكم ممكن تطرحوه ليه في هاد الجانب هادا ولا اي اه اسئلة عنده علاقة مع اللغة الفرنسية بشكل عام سواء كانت في السلك ديال الاعدادي ولا تنوي سواء في الامتحانات الجهوية الموحدة ولا في الامتحانات ديال المراقبة المستمرة ولا امتحانات المحلية فهنا عندكم لكورون ديالي ممكن تصلوا بيه في اي وقت ابغيتي وكذلك ممكن انكم ديروا ملاحظات ديركم في ديال كل فيديو على اساس انني ممكن نجاوب على اسئلة في حالتي لا طرحتها وكذلك كانت لمنكم على اساس تشجعوا هاد القناة هذي اللي غادي دائم للامام ولكن رابط شجعات ديالكم بس وصلت لهذا آآ النيفو هذا لهذا المستوى هذا كان نشكركم جزيل الشكر وكانت تمنى انني آآ انكم تحاولوا مع امكان تنجحوه في امتحانة ديالكم وهذا هو المبتعة وهذا هو الهدف اللي كانبغا ونصله بالمساعدة ديالكم فالاستشار رئيس في اللغة الفرنسية ولا في هاد الاطار المرجعي الخاص بانتحانات فاحنا ران اشارة ديالكم دمتم بخير والى اللقاء قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة